من عشرين سنة تماماً عاش الأردن والعالم العربي والعالم تغيير حكم بطريقة مفاجأة وسريعة وغريبة كنت واحد من الشهود على هاي الأيام التاريخية وحبيت أحكي لكم شوي عنا بس قبل كل شي عطونا رأيكم وشاركوا بقناة دراج على اليوتيوب الملك حسين بن طلال كان يحكم الأردن من ستة واربين سنة استلم الحكم عمره 17 سنة وسنة التسعة وتسعين من عشرين سنة كان عمره 63 سنة مريض وعم يتلقى علاج بأمريكا بـ 19 يناير برجع الملك من أمريكا بعد علاج طول أشهر عديدة بصير له استقبال رسمي كبير فخم بحضور ياسر عرفات بحضور أمير قطر وقته كان الشيخ حمد وكمان استقبال شعبي على الطرقات وبعمان عاصمة البلد اللي هو عمره ورتبه بيكتشفوه الأردنيين كملك كبير وتعب بعد أشهر من العلاج التقيل تاني يوم بعشرين الشهر بيجي وفد من الإمارات والبحرين مكون من أمرا والشيوخ أكترهم أولياء عهد يعني لازم يستقبلهم الولي عهد الأردني يعني وقته هو الأمير حسن أخو الملك لكن اللي بيستقبلهم هو الأمير عبد الله الأبن الأكبر للملك حسن هاي بتكون نوع من إشارة واضحة أنه الملك رح يغير الخلافة وأنه الأمير عبد الله رح يكون ولي العهد الجديد وقتها زميلتنا مراسلة الآيف بي وكالة الصحافة الفرنسية بعمان بتنشر موضوع بها المعنى وبتتعرض لهجوم من أطراف عديدة وعلى رأسها طبعا محيط ولي العهد لأمير حسن بتضل البلد والمنطقة على أسئلة وتكاهنات على خمسة أيام وبـ 25 يناير بيعلن الديوان الملكي أنه الملك رح يوجه رسالة مهمة للأردنيين الكل بينتظر والانتظار طويل وبآخر السهرة يعني بعد نص الليل بتوصل الرسالة للتلفزيون الأردني طبعا وقتها ما كان في تويتر ولا فيسبوك ولا كانت انتشرت بهالطريقة يمكن بس بيقرأ المزيع الرسالة يلي كانت كتير كتير آسية وقتها تجاه ولي العهد الأمير حسن بيعلموا الملك أنه غاضب من تصرفاته بغيابه وأنه رح يسحب منه ولاية العهد ويسلمها لأبنه الكبير عبد الله الصباح اللي بيتبعها الرسالة بفيه الأردنيين ليشوفوا صور تسليم ولاية العهد من الأمير الحسن لأبن أخوه الأمير عبد الله وصور مغادرة الملك حسين للولايات الأميركية لمتابعة العلاج بعد ما صار معه انتكاسة صحية هون صرنا بصباح 26 يناير يعني أسبوع فقط بعد راجعة الملك حسين أسبوع غير التاريخ الأردني بعد أقل من أسبوعين من هذا التاريخ بيعلن الأردن أنه بضع الملك حسين الدهور وأنه راجع للأردن لكل وقته بيفهم أنه راجع ليمضي بالمملكة مملكته آخر أيامه أو ساعاته الآخرة بيصير فيه تجمعات ممستشفى ويصير فيه انتظار لكن بتاريخ 7 فبراير بينعي الملك عبد الله أبو أعطونا أراءكم وملاحظاتكم واشتركوا بقناة درجة على يوتيوب